أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة النجم يقول الله عز وجل وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجِزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا قوله وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أي له ملكهما وما فيهما وبيده تدبير أمرهما وإليه ينتهي شأنهما ليس لأحد فيهما تدبير وملك إلا لله سبحانه وتعالى وقوله لله ما في السماوات أي له وحده لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر كما يقول العلماء وما بمعنى الذي وهذا يدل على العموم جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض ثم قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة ليجزي يقول ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير هذه متعلقة بالآية التي قبلها عندما قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا وقوله لله ملك السماوات والأرض جاءت معترضة لبيان تمام ملك الله واقتداره سبحانه وتعالى على خلقه فقوله ليجزي متعلقة بالآية التي قبلها فعلمه يعني عالم ذلك ليجزي وهل اللام للتعليل أو للعاقبة يرجح أنها للعاقبة يعني مثل ما يقولون لدوا للموت وابنوا للخرابي ليس المقصود لدوا لأجل أن يموت أولادكم ولكن لدوا والعاقبة أن الموت هو نهاية كل حي وابنوا والعاقبة أن ما تبنونه سيخرب وكما قال الله عز وجل في سورة القصص ليكون لهم عدوا وحزنا ليس المقصود أنهم أخذوه من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا ولكن العاقبة أنه سيكون لهم عدوا وحزنا قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا فمن أساء يجزى بعمله لا يزاد عليه شيء غير عمله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة يجزي المحسنين بالحسنة وهي الجنة كما قال الله في سورة ونس للذين أحسنوا الحسنة وهي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم ولاحظوا يا إخواني كيف يعلق في القرآن الأحكام تعلق بالأوصاف وليس بالذوات والأعلام تعلق بالأوصاف ليعرف الناس الحكمة وليعرفوا العلة فلماذا يجزى هؤلاء الجزاء السيء لأنهم أساءوا ولماذا يعطى هؤلاء الحسنة لأنهم أحسنوا إذن أنتم أيها الناس أحسنوا لتجزوا على ذلك بالحسنة وهي الجنة التي أعدها الله عز وجل لمن أحسن ثم وصف هؤلاء الذين أحسنوا في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم هذه الآية من رحمة الله بعبادة لأن كل واحد مننا يقول أنا لي أن أحسن وأنا لا أخلو من الذنب كيف سأحسن وكيف أكون من المحسنين فأجزى بالحسنة وأنا لا أخلو من الذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له إذن هذا استدراك لألا يتوهم المؤمنون شيئا ليس في طوقهم ولا وسعهم قال المحسنين هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن اللمم يقع منه فما هو اللمم ما دون الكمائر من الإثم وما دون الفواحش وهي الصغار الذنوب ويصغار الذنوب فمن اجتنب الكبائر ولم يسر على الصغائر فإن الله عز وجل يعفو عنه ويغفر له ويجعله من المحسنين والذين يجتنبون كبائر الإثم في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فمن اجتنب الكبائر وحرص على اجتنابها يعني حرص على أن يجانبها يجعلها في جنب وهو في جنب يبتعد عنها ما هو يحوم حولها وفي كل مرة يهوي جزء منه فيها لا يجعل بينه وبينها سدا منيعا لكن الصغائر لا يملك الإنسان أن يقع فيها فهذه كلمة يعني تأخذ عليه وهذا شيء يقوله وهذه نظرة ينظرها وهذا شيء يعني من مما حرم الله عز وجل يقع فيه وهذا شيء كثير نقع فيه ولا نخل منه لكننا لا نسر عليه ودائما نستغفر منه وما دمنا مقيمين على اجتناب الكبائر ونعمر الطاعات فإن تلك الطاعات تأتي على تلك الصغائر فتمحوها كما قال الله عز وجل أقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين تعرفون أن هذه الآية نزلت في ذلك الصحابي الذي جاء من نجرة الله سلم وقد قبل امرأة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله هل صليت معنا قال نعم قال أقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال الذين يجتمون كبائر الإثم يعني الكبير من الذنوب وهذا يذل على أن الإثم نوعان كبار وصغر وهذا دلت عليه آية النساء فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما والفواحش الفواحش ما يستفحش ويستبشع من الذنوب ولعل قوله الفواحش في مقابل كبائر الإثم للدلالة على أن من الذنوب ما يدرك بالعقل ومن الذنوب ما ينزل به الشرع فلولا أن الشرع دل عليه ما عرفنا أنه ذنب فهذا يسمى كبائر الإثم وذاك يسمى فواحش يعني يدرك إثمها وعظم ذنبها بالعقل لو لم تدل عليه الشريعة مثل الظلم مثلا تظلم إنسان بأن تأخذ ماله أو تعتدي على عرضه أو على نفسه هذا لو ما نزلت به الشريعة ما كنا نعرف أنه ظلم ما كنا نعرف أنه كبير نعرف هذه فاحشة كذلك السرقة والزنى بالفرج هذه فاحشة أما أن يكون هناك ذنوب أخرى لا نعرف أنها ذنوب إلا بدلالة الشرع مثلا أن يصلي الإنسان من غير وضوء ما حكم ذلك ما يجوز تصلي من غير وضوء ما يجوز لكن هذا يعرف بالعقل ولا بالشرع هذا يعرف بالشرع ولذلك فرق بينهما فقال إن تجتنبوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هذا من ساعة مغفرة الله عز وجل أنه عفى عنا إذا حرصنا على اجتناب كبائر الإثم والفواحش عفى عنا ذلك اللمم وقد اختلف في اللمم اختلافا كبيرا فقيل اللمم هو ما ألم به الإنسان في الجاهلية يعني ما سلف من الذنوب أو قيل اللمم هو ما أصابه الإنسان ألم به ولم يعود إليه وقيل اللمم وعليه أكثر فسرين هو صغار الذنوب مما دون كبائر وهذا هو الظاهر من سياق الآية قال إن ربك واسع المغفرة مغفرته واسعة تشمل كل شيء سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة حدثني أحد المشايخ قال رأيت امرأة متبرجة فقلت يا أمة الله استتري فقالت ورحمتي وسعت كل شيء يعني الله رحيم قال فأكملت لها الآية وقلت فسأكتبها للذين يتقون يعني هي لن تكتب ولن تجب إلا لهؤلاء الذين يتقون فهل اتقيت قال فكأنما يعني رششتها بالماء فأنزلت حجابها على ما أبدته من بدنها قال الله عز وجل إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض عندما خلقكم من الأرض وكونكم منها في خلق أبيكم آدم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم عندما كنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو العالم بكم وحده أنتم ذلك الوقت لا تعلمون شيئا ولا تدرون من أنتم الله هو الذي خلقكم وهو أعلم بكم قبل أن تكون وهو أعلم بكم بعد أن كنتم قال فلا تزكوا أنفسكم لا ترفعوا أنفسكم لأنكم إذا تفكرتم في حقيقة أنفسكم وسألتم العالم بكم علمتم أنكم أنشئتم من تراب وأنكم تسلسلتم من هذه السلالة من الماء المهين التي تخرج من مبال في مبال سبحان الله يعني في مكان مهين وهي نطفة مهينة قذرة ثم تخرجون فلماذا تعظمون أنفسكم وتتكبرون على عباد الله وترون في أنفسكم ما لا ينبغي لكم أن تروها فيها قال فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها وتثنوا عليها بل ينبغي لكم أن تتواضعوا وأن تتطامنوا فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى قال هو أعلم بمن اتقى ينبغي الإنسان دائما يتهم نفسه وأن لا يستشعر أنه عظيم وأنه كبير لأنه لا يدري هل بلغ التقوى أو لم يبلغه وقد ينبغي الإنسان في الإسلام ثمانين عاما هو لا يدري هل وصل إلى العمل الذي يدخل به الجنة أو لا ولذلك يتطاول بعض الناس على بعض الأخيار وبعض الصالحين وبعض العلماء المتقدمين ويسبهم أو يتهجم عليهم لأخطاء وقعت منهم أو لأمور في نفسه عليهم فيقال له على رسلك ما يدريك لعل هؤلاء قد حطوا رحالهم في الجنة وأنت لم تزل بعد ما عملت عملا قبل منك إلى اليوم فاتق الله أنت بهذا تزكي نفسك اتق الله لا تخذ في هذه الأعراض المسمومة التي قد تقضي على إيمانك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صور يا أخي المسلم لو أنك تذكرت هذا المعنى في نفسك إذا رأيت من هو أكبر منك ولو كان عاميا تقول هذا ما شاء الله كم صلى أكثر مني من الصلوات وذكر أكثر مني من الأذكار وقام أكثر مني في قيام الليل وحج أكثر مني واعتمر وبر بوالديه وصر رحمه شيء لم أبلغه فتحقل نفسك عنده وإذا رأيت صغيرا أصغر منك قلت كم أدركت من الذنوب ما لم يدرك هذا الذي أصغر مني أنا أكثر منه أياما كم في هذه الأيام في كل يوم من هذه الأيام من الذنوب التي تفوقت بها على هذا الرجل فأنت كل مرة تحقر نفسك وتقللها وهناك كتاب لابن أبي الدنيا اسمه الإزراء على النفوس حقيقة من الكتب التي ذكر فيها جملة كثيرة وافرة من حياة السلف في إزرائهم على أنفسهم كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء يمسك بلسانه ويبكي ويقول هذا الذي أورد للموارد الله أكبر يا أبو بكر أوردك أين ليت لنا مثل ملك ولا نتمنى شيئا فضلت به علينا ولكن نتمنى أن يكون لنا شيء من عملك فقت الأمم تقدمت على الصالحين كلهم أول رجل بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر الصديق ومع ذلك يبكي وهو يمد لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد ترى ماذا أقول أنا وماذا تقول أنت وأنت تسمع مثل هذا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى حذيفة ويجلس بين يديه وهو أمير المؤمنين المبشر بالجنة ويقول أنشهدك الله هل عدني رسول الله في المناجقين لله أنت يا عمر أيلى هذه الدرجة تخاف على نفسك نعم يخاف على نفسك لأنه قرأ قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم وأعلى من اتقاه فأنا والله وأنت كل واحد مننا بحاجة دائما إلى أن يحقر نفسه ولا يرى في نفسه شيء من العمل وكم من الناس يا إخواني نراهم عليهم شيء من التقصير في مظاهرهم أو في الشعائر الإسلامية لكن والله يحملون قلوبا شفافة وإيمانا صادقا نعم نقص عليهم شيء من جوانب العمل لكن عندهم من القرب وعندهم من الاعتراف بالذنب وعندهم من التواضع لله عز وجل ما يتفوقون به عليك يا من تنظر إليهم مزدريا إياهم محتقرا لأعمالهم يقول أحد المشايخ الدعاة إن إماما لمسجد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له اذهب إلى فلان ابن فلان فبشره بالجنة قال فقام من النوم مستغربا أنه رأى هذه الرؤية وما يعرف هذا الشخص أصلا ولا سمع باسمه لكنه وعى الاسم من فم رسول الله قال فرأى مرة ثانية يقول قم فذهب إلى فنان وبشره بالجنة قال فما ظن أنها أيضا أضغاث وأحلام فجاءه مرة ثالثة وقال له قم واذهب إلى فنان وبشره بالجنة قال فلما أصبح ذهب وساءل عنه تتبع حتى عثر عليه قال فوجد رجلا بسيطا لا يظهر عليه أنه من يعني الصالحين أو من أهل المساجد أو من العباد أو أهل الذكر والقراءة وغير ذلك فقال لو سمحت أريد أجلس معك أدخله في بيته وجلسي قال يا هذا أنا رأيت من النجاح وقال لي ثلاث مرات يقول اذهب إلى فلان من فلان وبشره بالجنة فهذه والله رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جئت أبشرك بها لكن لي عليك حق أن تخبرني ماذا عملت قال أنا ما أعرف عندي شيء ما عمل الصالح قال لابد في شيء يقع في بالك أنه عمل له جزاء عند الله سبحانه وتعالى فأخبرني به قال والله ما أعرف نفسي من حسنة أدخرها لنفسي عند الله في يوم شدة إلا واحدة دخلت على امرأتي هذه أم أولادي في ليلة عرسي فوجدتها حاملا فقلت ما هذا قالت والله أنا حصل مني ما حصل فاسترني أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة فقلت لها هل علم بهذا أحد قالت لا قلت إذن استتري بستر الله يقول فما قربتها حتى وضعت فلما وضعت وهي مختفية ولم تخبر أحدا من خلق الله أخذت الطفل في جنح الظلام ووضعته عند باب المسجد ثم رجعت للبيت فلما عذن ذهبت للمسجد صلينا اجتمع الناس على هذا الطفل الموضوع وبدأوا يحوقلون ومن يأخذوا ومن يكفلوا فقلت هل تسمحون لنا أكفله قالوا نعم قلت اشهدوا أنه ما هو طفلي قالوا شهدنا وجزاك الله عنا خيرا أساهم بما ساهم به قال فرددته إلى أمه فكفلته فالناس يظنون يعلمون أنه ليس ابني ومع ذلك أنا رددته إلى أمه فكفلته وأرضعته ولم يعلم بذلك أحد إلا أنت هذا اليوم قال فقلت له هي هذه فأبشر بالخير فأحيانا ترى الشخص تقول هذا ويش عنده من الخير وهو قد كتبت له الجنة وحط رحاله فيها وأنت يا من تدل على الله بصيامك للإثنين والخميس أو قيامك ركعتين أو عمرتك التي تعتمرها أو حضورك في الصفة الأول أو حضورك للجنائز في هذا الجامع أو غيره تدل على الله بذلك وترى أنك الآن خلاص حققت ما لم يحققه من قبلك اتق الله في نفسك ما تدري هل قبل الله منك إنما يتقبل الله من المتقين ورد عن بعض السلف أنه يقول والله لو أعلم أن الله قبل مني سجدتين ما تمنيت أن أعيش بعدها أبدا وهذه روية عن ابن عمر يقول لو أعلم من الله قبل مني بس سجدتين ما تمنيت أن أعيش طيب وأنت يا ابن عمر إلى الآن ما تعلم يما يعلم لأنه قرأ قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو الذي يعلم سبحانه وتعالى من في قلبه تقوى ومن تحققت التقوى في قلبه ثم قال الله عز وجل أفرأيت الذي تولى أعرض عنك وعن قبول الحق الذي جئت به يا محمد وأعطى قليلا مما آتاه الله عز وجل وأكد يعني قاطع مع أنه أعطى القليل إلا أنه قطع أيضا سبحان الله ما في إيمان يحمله على أن يعطي فيستمر وهذه الآية فيها شيء من التهديد يا إخواني لمن يعمل عملا صالحا ثم يقطعه وإذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل قال وأعطى قليلا وأكدى أي قطع أعنده علم الغيب فهو يرى هل عنده علم الغيب فعرف العاقبة فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم ذكر ذلك ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى هذا مما في صحف إبراهيم وموسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألم يأته ما في تلك الصحف من الحكم العظيمة والعيات الباهرة والحقائق التي يجب أن تكون حاضرة في ذهن كل مسلم في ذهن كل إنسان ما هي يقول الله عز وجل ذاما ذلك الذي تولى بأنه أعطى قليلا ثم قطع ذلك القليل أكدأ أعنده علم الغيب فهو يرى يعني لماذا قطع ذلك القليل أيخشى أن لا يرزقه الله عز وجل ويعطيه كما أعطاه في المرة الأولى لأن من الناس من يظن أن العطاء ينقص الرزق والعطاء سبب من أسباب تكاثر الرزق وبركته أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم قال ألا تزر وزرة وزرة أخرى يعني ألا تحمل نفس حمل نفس أخرى فما هناك نفس تحمل إثم نفس أخرى إلا أن يكون ذلك الإثم من كسب النفس الأولى كأن يكون دعا إلى ضلالة فتبعه ناس على تلك الضلالة فما عملوا من الضلالة سيكون على أصحابها وسيعود إلى ذلك الذي دلهم مثل ما لهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء قال ألا تزر وزرة وزرة أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ليس لك من العمل إلا ما لك فيه سعي فأنت لا تكسب حسنة من غيرك إنما تكسبها من سعيك وهذه الآية استدل بها الإمام الشافع على أنه لا يصل ثواب الأعمال إلى الآخرين فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا فيما ورد فيه النص دل عليه النص وذلك في الصدقة وفي الحج أما تلاوة القرآن والصلاة والأعمال الصالحة الأخرى كالاعتكاف وغيرها فإنه يرى أنها لا تصل إلى غيره لماذا؟ لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني ليس لك من كسبك وسعيك ليس لك من عملك إلا ما كسبته وسعيت فيه وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية فالصدقة الجارية من كسب الإنسان أو علم ينتفع به أيضا العلم الذي ينتفع به من كسب الإنسان أو ولد صالح يدعو له أيضا الولد الصالح من كسب الإنسان وقد ورد ذلك في الحديث الصحيح وهو أن الولد من كسبك فما يدعو لك به ولدك فهو مما ينالك ثوابه ويصل إليك أجره قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى يعني ما أحد سعى سعياً إلا سوف يرى سعيه ذلك وينال جزاءه عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى سيلقى جزاءه على ذلك العمل الذي عمله وأن إلى ربك المنتهى سينتهي العباد كلهم إلى الله فما هناك نهاية إلى غير الله بل كل النهاية إلى شيء واحد وهو الله جل وعلا فكلنا عائدون إليه كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع وأنه هو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى جعل في العباد خاصية الضحك والبكى فمن الناس من يجعل حياته ضحكاً كلها ومن الناس من يستعمل هذا البكاء لطاعة الله عز وجل فيبكي من أجل الله جل وعلا وذلك ذكر النجل وسلم ورجل ذكر الله خالياً ففارت عيناه قال وأنه هو أمات وأحيا يعني هو الذي خلق خاصية الموت والحياة في هذه المخلوقات وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وما دام هو الذي خلق الخلق الأول هو الذي يعيدها مرة أخرى ولذلك ناسب أن يذكر النشأة الأخرى قال وأن عليه النشأة الأخرى وهذا تأكيد لتمام قدرة الله عز وجل فالضحك والبكاء والموت والحياة والخلق الأول كله من عند الله وكذلك النشأة الأخرى ستكون بأمر الله وإلى الله وحده وأنه هو أغنى وأقنى أي أغنى أعطاكم المال وسع عليكم في الرزق وأقنى أي جعل لكم شيئا تقتنونه ويبقى بأيديكم تتملكونه ويبقى بأيديكم قيل أغنى يعني الخدم وقيل أنه أمر شامل لكل ما يبقى في يد الإنسان من متاع قستان وبيت وأرض وغير ذلك وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشعر الشعر نجم كانت بعض العرب تعبده من دون الله عز وجل وهو نجم يتصرف فيه الله عز وجل وهو الذي خلقه وهو الذي يسمى عند العامة مرزم الجوزة وتعرفه العرب بذلك وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى عاد هود التي سماها الله عز وجل في القرآن قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد فهي عادة الأولى التي أهلكها الله عز وجل بالريح التي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ما بقي منهم أحد وأنه أهلك عاد للأولى وثمود فما أبقى ثمود قوم صالح أهلك هم الله بالصيحة فما أبقى منهم من أحد وقوم نوح من قبل أي من قبل عاد وثمود إنهم كانوهم أظلم وأطغى أشد ظلما وطغيانا والمؤتفكة أهوى المؤتفكة هي قرى قوم لوط سميت مؤتفكة لأن الله أمر جبليل أن يقلبها فاقتلعها من جذورها من الأرض ثم صعد بها عنانا السماء ثم قلبها ثم أنطر عليهم الحجارة من سجيل والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا أي رماها بما رماها به من الحجارة فبأي آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان بأي آلاء ونعم ربك وقدرته تجادل أو تشك وتمتري هذا نذير من النذر الأولى أي هذا الذي بعث فيكم هو نذير على شاكلة المنذرين الأولين الذين جاءوا قبله كنوح وصالح وهود ولوط وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام هذا واحد منهم جاء بما جاءوا به رسالتهم واحدة وإن اختلفوا في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ثم قال الله عز وجل أزفت الآزفة أي دنت القيامة وقربت والآزفة بمعنى القريبة وهي قريبة حقا لأن الساعة نوعان ساعة كل إنسان هي وقت وفاته والساعة العظمى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتين وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها يعني أنهما قريبان جدا قال أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشرة ليس لها من سوى الله من يكشفها ويعلم عنها أو يزيل كربها وما فيها من الشدة أفمن هذا الحديث تعجبون أي أتعجبون من هذا الحديث الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتنكرونه وتكذبون به وتضحكون ولا تبكون أي تقابلون ما ينذركم به بالضحك بدل البكاء من شدة قسوة قلوبكم واستهزائكم بما أوحاه الله إلى هذا النبي النذير الذي جعله الله نذيرا من المنذرين الأولين تضحكون ولا تبكون هذا يبين أن الواجب على الناس عند نزول القرآن أن يشتد عليهم الأمر فيبكون من الوعد والوعيد الوعد شوقا للقاء الله والوعيد خوفا من عقاب الله وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي ساهون لهون تغنون وتطربون وتغفلون عما خلقتم من أجله فاسجدوا لله وعبدونه أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يقوموا بما أوجب عليهم من السجود له والعبادة له وحده وهذه السجدة أول سجدة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة وهي أول سورة أمر أن يصدح بها بين المشركين سجد رسول الله وسجد من معه عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود إلا رجل من المشركين أخذ حفنة من التراب فوضع على جباته ولم يسجد من كبرياءه قال فرأيته يوم بدر وقد خر صريعا فاسجدوا لله وعبدوا أي أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبودية وذلوا له وحده لأن السجود هو غاية الذل وهو عنوان الخضوع لله عز وجل وعلى كل فهذه السورة العظيمة كما نرى ونلاحظ آياتها قصيرة لكنها مثل سورة الطور في قوة تلك الآيات ووضوح الحجة فيها وفي شدة خصومتها لهؤلاء المعاندين المكذبين حتى إن الواحد لو قرأها منفردا واستشعر هذه القوة في حججها وآياتها ينخلع قلبه ولذلك جبير المطعم عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور قال فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي والله أن يطير كاد قلبي أن يطير يعني من شدة وقع الآية على نفسه وهذا عندما جاء في داء أسارة بدر فما زالت هذه الآية تعمل عملها في قلبه حتى كان ممن أسلم بعد صلع الحديبية هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر